وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر المقبلة تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات F-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دولاً هي النرويج وهولندا والدنمارك تزويد كييف بعدد منها تعلن وزارة الدفاع اليوم أن الولايات المتحدة ستبدأ قريباً في تدريب الأوكرانيين على الطيران وصيانة الطائرات المقاتلة من طراز F-16 لدعم الجهود الدولية ولتطوير وتعزيز دفاعات أوكرانيا طويلة المدى وبعد تدريب الطيارين على اللغة الإنجليزية في شتنبر القادم في تكساس من المتوقع أن يبدأ تدريب قيادة هذه الطائرات في أكتوبر في قاعدة مورس الجوية للحرس الوطني في أريزونا ودعت أوكرانيا مراراً وتكراراً حلفاءها الغربيين إلى تزويد البلاد بطائرات F-16 وهو ما قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي إنه سيكون إشارة إلى أن كييفا ستفوز في معركتها ضد موسكو شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة